تواصل دار الإفتاء المصرية فعليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف تحت عنوان التطرف الديني المنتلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة وأكد مستشار مفتي الجمهورية ورئيس مركز سلام لمكافحة التطرف إبراهيم نجم أن هذا المؤتمر هو التجمع الأكبر لنخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين ورجال الدين الذين يجتمعون من أجل تبادل الخبرات وأكدنا أن مصر استعادت دورها ريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع تتواصل فعليات مؤتمر التطرف الديني في يومه الثاني بتقديم جلسات نقاشية وورش عمل من أجل الخروج بمبادرات علمية تدعم عملية مكافحة التطرف وقاية وعلاجا قدمت رؤية جديدة فيما يتعلق بمدخل جديد في تحليل الفكر المتطرف وتكلام عن حزم من الأفكار الثوابت التي عندهم والأليات التي تم تغييرها في الفترة القادمة وكمان رسمت مستقبل لطيرات التطرف وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وقصدت بذلك أن أقدم رؤية يمكن من خلالها تأسيس استراتيجيات المكافحة واستراتيجيات المواجهة للتطرف نحتاج إلى خبرات مصر لأنه عنده خبرة نظرية وأيضا تطبيقية لأنه عاش وعانى من مشاكل كثيرة من الجماعات المتطرفة الجلسات صلتت الضوء على المنطلقات الفكرية للتطرف بين الماضي والحاضر ودور الخطاب الديني في مواجهة التطرف بالإضافة لعدة ورش عمل يشارك فيها مدير المراكز البحثية الدينية بمصر وبعض الدول الإسلامية مصر سباقة دائما تكوين مثل هذه المؤتمرات الكبيرة وكذلك خبرة مصرية وكذلك نحن اليوم نسلم على العلماء الكبار مصريين أيضا وخبراتهم أيضا هذا مهم جدا لنا أنا قلت في ورقة العمل أن المصر لها دور في إنقاذ الأمة في حالات الأزمة أزمات القبرى مثل ما حدث في قرن الثالث عشر الفترة في مسألة الإرهاب وطرفه هو شيء مهم جدا جدا أسأل الآن أننا في إندونيسيا في نفس تقل المسألة يوجد مشكلة من أنصار الدولة ومن جماعة الإرهاب اللي جاءوا من بلاد أخرى إلى إندونيسيا ثلاث ورش وثماني جلسات على مدار ثلاثة أيام تسعى للخروج بتوصيات لتعزيز التنصيق والتكامل بين المؤسسات المعنية بدراسة التطرف ومن ضمنها تحليل التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب بالإضافة لتبادل الخبرات والإسهامات البحثية في هذا الشأن كاريم بيبرس التلفزيون المصري